الى رحلك وبيتك آخر سؤال في هذه الحلقة من الأخ العزيز الفاضل سيد عقيل الياسري من ألمانيا سؤال سيد عقيل الياسري أذكر خلاصته لأنه طويل نسبيا وليس مهما أن أقرأ كل الكلمات هو يصل إلى هذه النتيجة يقول هل هناك من أمل أن يعود الشيعة إلى أحضان الثقافة الأصيلة لمحمد وآل محمد وهذا سؤاله هذا هو تعبيري ولكن هو هذا الذي يريد أن يصل إليه هل هناك من أمل أن تعود الشيعة إلى منهج محمد وآل محمد بعيداً عن ثقافة الشوافع والأشاعر والمعتزلة والصوفية والقطبيين أن هناك من أمل السؤال السؤال موجه لي وأنا سأجيب أقول لك سيدنا سيد عقيل بصراحة بالنسبة لي بالنسبة لي لا لا وجود لأمل مطلقاً أبداً لا أعتقد بذلك على الأقل بالنسبة لي ربما قد تختلف أنت معي يختلف آخرون هذا شأنكم لكنك وجهت السؤال لي الجواب عندي لا أعتقد ذلك أتمنى أن يكون تحليلي للواقع وفهمي لما يجري على الأرض ليس صحيحاً لكنني ماذا أصنع هذه المعطيات التي عندي وحينما أجيب بهذا الجواب هذا الجواب لم يصدر عني جزافاً فأنا معبأ بتجربة عملية طويلة معقدة جداً ومعبأ بثقافة شيعية تفصيلية في جميع الاتجاهات وأمتلك معرفة بالتاريخ عموماً وبتاريخ الشيعة خصوصاً وبتاريخ مراجعنا بنحو أخص الحكاية طويلة النتيجة التي وصلت إليها لم تنشأ من فراخ أتمنى أن يكون استنتاجي هذا ليس صحيحاً أتمنى أن يعود الشيعة إلى أحضان محمد وآل محمد وأن نصنع جميعاً ساحة ثقافية شيعية نظيفة من كل القذارات التي التي جاءت بها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وعلى رأسها مراجعنا الكرام منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة يا سيد عقيل الأمم والمجتمعات إذا أردت أن تغيرها الخطوة الأولى أن تملك خطاباً قادراً على التغيير حتى لو افترضنا أن نملك خطاباً قادراً على التغيير فإن الخطاب يوجه إلى عقول قادرة على التمييز الواقع الشيعي لا يملك عقلاً قادراً على التمييز الواقع الشيعي ذهب عقله في إجازة مفتوحة لا أدري هل طلب اللجوء في دولة بعيدة في كوكب آخر خارج الأرض هل هو في حالة عطل مستمر استقال من وظيفته لا أدري لكن الذي أدريه أن الواقع الشيعي لا يملك عقلاً قادراً على التمييز فحتى لو امتلكنا خطاباً قادراً على التغيير إنه لا يملك عقلاً مميزاً يميز ما بين الحقائق والأباطيل فمن أين نأتي بهذا العقل لهذا الواقع النخبة التي تشكل أبجديات العقل الجمعي هي الأخرى فاقدة لهذا العقل ومصادر التكوين العقلي تدخل جهل والتجهيل والتصطيح والسفاهة والأكاذيب التي في بعض الأحيان تكون مقصودة وفي بعض الأحيان لا تكون مقصودة وإنما هم أيضاً كذب عليهم وكل هذا يتجلى في أصحاب العمائم وفي رجال الدين واقعنا الشيعي العراقي أأخذه مثالاً إنني حين أتحدث عن الأمة الشيعية لا أتحدث عن شيعة العراق فقط وإنما سأأخذ الواقع الشيعية في العراق مثالاً فعاصمة التشيع عندنا في العراق ومهد التشيع في العراق والمرجع الأعلى للشيعة في العراق وأقدم حوزة علمية دينية شيعية كبيرة في العراق وميلاد إمام زماننا الحجة بن الحسن في العراق وعاصمته المستقبلية في العراق وا 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 الحكاية العراقية طويلة أنا سأعرض لكم فيديو لرجل دين معروف لمعمم شيعي تقدمه المرجعية الشيعية وبالتحديد مرجعية السيد السستاني وجهاً متحدثاً عنها في مؤتمراتهم في فضائياتهم في مكاتبهم يقدم هذا الوجه متحدثاً دافعاً عن المرجعية وشؤونها الشيعة توجه إليه الأسئلة وهو يجيب عليها في مختلف الموضوعات عبر وسائل الإعلام إنه الشيخ محمد كنعان سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه الشيخ محمد كنعان وبعد ذلك سأناقشه رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ محمد كنعان ورجاء من المشاهدين أن يلتفت إلى الكتابات التي ستكون مصاحبة للفيديو مثلا المكان الذي يتحدث فيه الزمان والتفاصيل الأخرى التي يمكن أن تظهر على هذا الفيديو رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو علماءنا عم يحفظونا نحن أيتام آل محمد يأتي من يشكك فيهم تعسا لشدقيك وقطرا للسانك أيها المتتبع لزلات علمائنا اقرأ رسول الله إنما أتخوف على أمة من بعد ثلاث خصال أن يتأول القرآن على غير تأويله هذا اللي قلنا فاتع حسابه يريد أن يفسر القرآن برأيه يعني أنت مستغني ما حاجتك إلى أسباب النزول وإلى رسول الله وإلى اطنعشر إمام فاتع حسابه أو يتبع زلة العالم أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا وسأنبئكم المخرج نعم يا رسول الله نبئنا المخرج وسأنبئكم المخرج من ذلك أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه أؤمن بمتشابه حتى أعثر على باب من رحمة الله اسمه حديث المعصوم بفكل مغاليق التشابه بعد وأما العالم فانتظروا فانتظروا فيئة خيروا ولا تتبعوا زلته لأنه من معصوم وعندما يأتي لسن أشوه أخرق يستجمع الشاذ النادر من تاريخ علمائنا يصبح هو مدرسة في الشذوذ وإلا من منا معصوم في كل ما نتحدث به إذا تتبع متتبع يجد ثغرات وثغرات في النحو وفي الصرف وفي الفكرة طيب هذا رأيي أبذل وسعي لأنهيها الخمسة واربعين دقيق وما توفيقي إلا بالله أطلب من الذين يشاهدون هذا البرنامج أن يصبروا علي إلى آخر كلامي وبعد ذلك يصدرون حكمهم حكمهم على الشيخ محمد كانعان ويصدرون حكمهم على حديثي وقولي حديثي وقولي بشكل عام أو فيما ذكرته جوابا على سؤال السيد عقيل الياسر من ألمانيا من أنه لا أمل في صلاح الواقع الشيعي باتجاه آل محمد هناك عدة نقاط النقطة الأولى النقطة الأولى المعممون سابقا قبل أن تنتشر أحاديثي وبرامجي حينما يذكر المراجع ما كانوا يتكلمون بهذه الطريقة فهو هنا لم يستطع أن يكذبني هو يتحدث عني القضية واضحة لم يستطع أن يكذبني هو ثبت من أنه هناك شخص يتتبع زلات علمائنا يعني هذه الزلات موجودة وثبتها فهناك شخص يتتبع يعني المتتبع لزلات العلماء هو يبحث عنها كالذي يبحث كما يقولون عن أبرة في بيدر كبير من القش الحقيقة لست كذلك أنا لا أقوم بهذا الدول إنني أناقش المناهج فأنا أناقش الكبار من العلماء وأناقش المناهج أناقش مناهج التفسير مناهج الاستنباط أناقش العقائد الحلقات السابقة إنني أناقش توحيدهم أناقش عقائدهم لا أتتبع زلة صغيرة هنا أو هناك فشيخ محمد كنعان على أساس هو قاضي إذا كان القضاء بهذه الطريقة هذا النوع من القضاء هو قاضي في لبنان قاضي شرعي إذا كان القضاء بهذه الطريقة هذا نحن نسميه في العراق هذا قضاء أبو اللقو إذا كان قاضيا عليه أن يدرس جميع المعطيات ثم بعد ذلك يحكم عليها أحاديثي منذ الثمانينات موجودة على الإنترنت ما بين أوديو وفيديو ومطبوعات وتنتشر انتشاراً واسعاً يمكنكم أن تدخلوا على الإنترنت وتكتبوا اسمي فأحاديثي موجودة وهي في أعمق الأبحاث وفي أدقها حين أتناول موضوعاً أبحثه في مئات ومئات من الساعات بالمصادر والأدلة والحقائق والوثائق فأل هذا يسمى بتتبع زلات أو هذا تحقيق وبحث ولقاش وطرح مفصل لأعقد المباحث وأهم الموضوعات فهو إذا لم يكن مطلعاً على هذا واكتفى بإخبارات أعوان المرجعية إذ هو يتحدث في ممثلية مرجعية السيد السيستاني في الكاظمية هذا مسجد آل ياسين وهنا ممثلية مرجعية السيد السيستاني ومكتوب مكتوب على المايكروفون تعريف بالمكان وهذا الحديث في شهر رمضان في الثاني عشر من شهر رمضان لسنة ألف وأربعمية أو تسعة وثلاثين يعني شهر رمضان السابق نحن الآن ابتدأنا في سنة ألف وأربعمية وأربعين شهر رمضان السابق شهر رمضان المتقدم في اليوم الثاني عشر في الكاظمية في مسجد آل ياسين حيث ممثلية مرجعية السيد السيستاني ودائما مرجعية السيد السيستاني تقدمه وجها للحديث لأنها لا تملك شخصيات بعبارتنا العراقية ينطلع بيهم فهم لجهلهم أيضا لجهل هذه المرجعية تتوقع أن هذا الشخص ينطلع به وسنرى نرى حديثه ينطلع به لو ما ينطلع به أنا آت بالتفصيل فأنا أقول لسماحة القاضي أنت إما أن تكون جاهلا بهذه الحقائق المنتشرة الموجودة على التلفزيون وعلى الإنترنت إما أن تكون جاهلا واعتمدت على أكاذيب وترهات وتفاهات من أعوان مرجعية السيد السيستاني نقلوها لك فستكون أنت الأخرق أنت وصفتني بأنني أخرق ولا أبالي ولكن ستكون أنت الأخرق لأنك اعتمدت على أقوال جهال وكذابين ولم تبحث عن الموضوع لترى بنفسك سعة الموضوعات والأبحاث التي تناولتها وأتناولها وإما أنك تعرف ذلك وأنت تريد أن تخدع الناس فأي قضاء هذا مثل ما قلت لك يا شيخ محمد هذا نحن نسمي قضاء أبو اللقو أي قضاء هذا أي حق هذا وأنت في شهر رمضان وفي جوار الأئمة في جوار موسى بن جعفر باب الحوائج وفي جوار إمامنا أبي جعفر الجوات صلوات الله وسلامه عليهم تقول من أنني أتتبع زلات صغيرة في النحو أو الصرف كذب هذا لأنني أنا نفسي شخصيا أقع في هذه الزلات اللغة العربية لغة معقدة وصعبة جدا ربما قد تكون من أصعب اللغات في العالم ونحن ما تعودنا على التلفظ بها في حياتنا اليومية فحينما يتحدث متحدث باللغة العربية الفصيحة ولا أقول الفصحة لأنه ما من أحد يتحدث في هذا الزمان باللغة الفصحة كلنا نتحدث باللغة الفصيحة التي هي لغة الإعلام والتي التي أتحدث بها أنا الآن وأنت أيضا تتحدث بها وكلنا نقع في الأخطاء النحوية واللغوية والصرفية وأنا أيضا أقع في هذا فأنا لا أتتبع هذه الزلات الصغيرة لكنك تعلم من أن الدين في عقيدته وفي سائر تفاصيله أساسه النصوص والنصوص كلام وكلام نصوصنا بالعربية فحينما يخطع المرجع ولا يفهم النص فإنني أحتاج لبيان خطأه أن أشخص عدم فهمه للعربية لأن الأئمة قالوا أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء فإنني لست مهتما لزلة المتكلم أو المتحدث أو المؤلف لأنها زلة في النحو أو في الصرف أو في اللغة أبدا هذا الشيء لا أعبأ به وأنا نفسي أقع فيه مثل ما يقع الآخرون فيه لكن حقائق الدين أساسها نصوص وهذه النصوص عربية ولا نستطيع أن نفهمها من دون أن ننظر إلى قواعد النحو والصرف من هنا يأتي اهتمامي بهذه الجزئيات لكنني لست مهتما بها لأنها هي مهمة في نفسها وإنما أحتاجها لبيان جهل مراجعنا وعدم فهمهم لحديث العترة الطاهرة وفقا لموازين آل محمد لو أنك كنت طالبا للحق والحقيقة كي تصدر حكمك وذهبت إلى أحاديثي وأبحاثي لوجدت هذا الأمر واضحا وصريحا جدا ولكنني أعود فأقول أنت إما جاهل بالموضوع وحكمت على شخص له وجود في الإعلام ويستطيع أن يرد عليك وأن يفضحك وهذا هو غاية الحماقة وغاية الخرق فما أنا الأخرق أنت الأخرق الذي تقوم بهذا وسأثبت خرقك الذي هو في أخس درجات الخرق من خلال حديثك الآن ومن خلال جهلك ومن خلال عدم فهمك ومن خلال تزويرك الكلام على رسول الله سأثبت لك ذلك مع الكلام الذي قلته أنت تصفني بالمتتبع وتأتي بحديث عن رسول الله يتحدث فيه أو يتبع زلة العالم يتبع من الاتباع وأنت تصفني بالتتبع والتتبع شيء والاتباع شيء المتتبع الذي يبحث عن كل صغيرة ودقيقة وأنت وصفتني بذلك من أنني أتتبع زلات علماء الشيعة وهذا أمر ما هو حسن لأن رسول الله ماذا قال قال محذرا للأمة أن يتبع زلة العالم أن يتبع زلة العالم هل معنى يتبع زلة العالم أنهم يتتبعون زلات العالم أم أنهم يعملون وفقا لزلته والنبي ينهاهم فكيف يعرفون زلة العالم ما لم يكن هناك عالم آخر يكشف زلته ما هذا هراء يا شيخ محمد أنت ملتفت للذي تقول أو لا أو أنك تريد أن تضحك على هؤلاء الجالسين من خلال لغة جسدك كأنك جئتنا بالفتح المبين وأنت جئت بالأكاذيب وبالجهل حين وصفتني بالمتتبع لزلات العلماء أنت أثبت هذه الزلات لأنك ما كذبتني ولا تستطيع لا أنت ولا من هو ورائك أن يكذبني لأنني لا أتحدث إلا بالحقائق والوثائق والدقائق فلا تستطيع أنت ولا غيرك قبل أن أتحدث بهذه الأحاديث كان المعممون ينفون أي نقص عن العلماء الآن هو يثبت يثبت أن علماء الشيعة عندهم زلات ويعتذر عن هذا الموضوع أكثر من مرة في هذه الدقائق القليلة فحين قال أيها المتتبع لزلات علمائنا يعني هي ثابتة العلماء عندهم زلات وأنا حين تحدثت عنها ما كنت كاذبا الزلات ثابتة إنني تحدثت عن الزلل الذي تحدث عنه إمام زماننا في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد وعلمنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا الخطاب وجه من إمام زماننا في رسالة إلى الشيخ المفيد يتحدث فيها عن كثير من مراجع الشيعة وبقوا على هذه الحالة إلى يومنا هذا فأنت تثبت هذا الزلل هذا الزل أنت تثبته حين تقول تعسن لشتقيك تخاطبني وقطعا للسانك أيها المتتبع لزلات علمائنا أنت أثبت الزلات لو كانت هذه الزلات كذبا لقلت لي يا أيها الكاذب المفتري لكن لأنني ما تحدثت إلا بالحق والصدق وبعد ذلك تقول من منا معصوم الآن في كل ما نتحدث به إذا تتبع متتبع يجد ثغرات وثغرات في النحو وفي الصرف وفي الفكرة هل الفكرة الزلة فيها شيء هين أنك تثبت كل ما قلته وأقوله لكنك ماذا تصنع والمرجعية تطلب منك أن تكذب على الناس قطعا لا يقولون لك كذب على الناس بهذه الصراحة لكنك أنت تعرف ما يريدون حين يقولون لك إن هذا الضلال وهذا الفكر المنحرف بدأ يؤثر في الناس فلابد أن ترد عليه فكيف ترد عليه لقد فضحت نفسك بنفسك أولا أثبت هذه الزلات صحيح أن تغلفت الحديث بإهانتي وبوصفي بهذه الأوصاف القبيحة وأنا لا أبالي أنا لست شيئا مهما في سوق محمد وآل محمد مثل ما يقولون في مصطلحات الإعلام والسياسة أنا ورقة محترقة وأنا أحرقت نفسي بنفسي لأن هذا الطريق لابد أن تكسر الجرة في رأس أحد وأنا اخترت أن تكسر الجرة في رأس كي أكشف الحقائق لمن يريد أن يصل إلى الحقائق لأنني لو سكت فلا من أحد يتكلم هذا هو الواقع الشيعي أمامكم ارشدوني إلى شخص يتحدث بالحقائق التي أتحدث بها فأنا اخترت أن أكون ورقة محترقة أنا اخترت أن تكسر الجرة برأسي أنا اخترت أن أنطح الصنم وإن كان هذا الصنم سيكسر رأسي أنا اخترت ذلك أنا اخترت ذلك وأعرف عاقبة الأمور منذ أول خطوة خطوتها في هذا الطريق ولو رجعت إلى البداية فإنني سأعود في نفس الطريق وفي نفس الاتجاه هذا خياري وهذه رسالتي وهذا ديني وهذه عقيدتي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر أنت تقول علماؤنا عم يحفظون نحن أيتام آل محمد يأتي من يشكك فيهم تعسن لشتقيك وقطعا للسانك أيها المتتبع لزلات علمائنا فأنت قد أثبت الزلات لو كنت أنا كاذبا لقلت لي إنك كاذب أثبت الزلات ثم تقول اقرأ رسول الله وتخرج الورقة والحديث مكتوب في الورقة إنما أتخوف على أمتي من بعدي ثلاث خصال أن يتأول القرآن على غير تأويله ما هو هذا الذي يقوم به مراجع الشيعة وهذا الذي أنا أنتقده من الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا تفاسيرنا يكتبها مراجعنا وفقا للمنهج العمري وهذا الأمر أثبته بالحقائق والوثائق والدقائق هذا خداء للناس أنت تضحك على الناس هل أنت عالم بهذا أم أنت جاهل ما هم مراجعنا هذا الوصف ينطبق عليهم يتأولون كتاب الله على غير تأويله يرفضون أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن أنت تضحك على نفسك أن تضحك على الناس ما هو هذا حال مراجعنا من أولهم إلى آخرهم كل تفاسيرهم هكذا أن يتأول القرآن على غير تأويله وهذا ينطبق مئة في المئة على مراجع الشيعة وهذا الأمر أثبته في مئات من الساعات من كتبهم ومن أمهات مصادرهم هو بعد ذلك يشرح هذا هذا ليس مهما أو يتبع زلة العالم يتبع زلة العالم ما معناها يعني أن يعمل وفقا لزلة العالم هذا هو الذي يتخوف منه رسول الله بحسب الحديث فما علاقة أن الأمة تتبع زلة العالم بالحديث عن متتبع لزلات العلماء المتتبع غير الذي يتبع زلة العالم الذي يتبع زلة العالم الذي يعمل بزلة العالم والنبي يخاف على الأمة أن تتبع زلة العالم فحينئذ لا بد للأمة أن تعرف زلات العلماء فمن الذي يبينها يبينها هذا المتتبع أليس هكذا أو لا كيف تفهم الحديث أنت هذا الحديث كيف تفهمه كيف جئت به هل أنت عالم بما تقول أم أنك جاهل إذا كنت جاهل لماذا صعدت على المنبر يا جاهل وأنت جاهل سأثبت جهلك لماذا صعدت على المنبر أن أتذكر حادثة في الثمانينات أحد المعممين من تلامذة سيد محمد باقر الصدر هو يقطن في قم وسافر إلى سوريا في أجواء حزب الدعوة فكتبوا إعلانات في السيدة زينب هناك كان العراقيون يتجمعون كتبوا إعلانات في المكان الفلاني في القاعة الفلانية محاضرة لسماحة فلان الفلاني و ذهب الناس باعتبار أنه من تلامذة السيد محمد باقر الصدر وآت من قوم و الناس عطالة بطالة لتسمع حد شيء فذهبوا إلى القاعة فلما صعت هذا المعمم للحديث ابتدأ حديثه بكليشة ولكنه بالغ فيها كثيرا عادة يبتدع بها الكثير من المعممين فقال لهم ما أنا عالم ولا أنا خطيب ولا أنا أديب كي أحدثكم ولا أنا مفكر ولا أنا فيلسوف كان أكو رجال شايب قاعد بال بالمجلس قام لها قالت شا وين مملي شا سوصعت فوق وين مملي إذا لا أنت عالم لا أنت خطيب لا أنت أديب لا أنت مفكر لا أنت فيلسوف لعد على شون جمعت هنا وين مملي أنت صعد فوق شا سوي فأنا أقول لهذا القاضي إذا أنت مقاضي لا تحسن القضاء وإذا أنت جاهل وين مملي صعد على المنظر سأثبت جهلك باليقين أو يتبعوا شو ورطك وياي أنت ما تقول لي شو ورطك وياي ذولة ترى ضحكوا عليك ورطوك وياي شو ورطك وياي ما أنا قلت لبعض المراجع في برامج سابقة يا أبو بشيت بيش بلشيت وين بلشيت شو ورطك وياي أو يتبعوا زلة العالم النبي يخاف على الأمة أن تتبع زلة العالم أن تعمل بزلته فكيف تعرف الأمة لا بد من عالم يتتبع زلات العلماء وهو أنا لكنني لا أتتبع زلات العلماء لأجل فطحهم ولا أتتبع زلات العلماء في المسائل الصغيرة التافهة إنني أناقش المناهج إنني أناقش المباني ولا أناقش الصغار ولا أريد أن أرد على هذا الصغير شيخ محمد كنعان هذا صغير في نظري وسأثبت لكم صغره لأن الصغر ليس بالأعمار الصغر بالعقول الصغر بالعلم سأثبت لكم جهله أنا لا أريد أن أرد على كل كلمة وكل كلماته ليست صحيحة لكنني سأذهب إلى بعضها إلى أن يقول وسأنبئكم المخرج من ذلك وأما العالم فانتظروا فيئة وأما العالم فانتظروا فيئة هو شرح فيئة قال خيره ولا تتبعوا زلت لأنه ليس معصوما هذا الكلام يثبت صحة قولي من أن الحقائق التي ذكرتها هي صحيحة لا يستطيع أن ينكرها هذه هي عملية ترقية وأما العالم فانتظروا فيئة هو قال انتظروا فيئة خيره ولا تتبعوا زلت لأنه ليس معصوما وعندما يأتي لسن أشوه أخرق يستجمع الشاذ النادر يعني هذه حقائق موجودة لا يستطيعون أن يكذبوها قبلا كانوا يكذبون يقولون علماؤنا ما عندهم أخطاء ولا عندهم اشتباهات الآن لا يستطيعون بعد أن وضعت الحقائق على الطاولة وشرحت تشريحا واضحا بدأوا يرقعون بهذه الطريقة وأما العالم فانتظروا فيئة قال خيره يعني فانتظروا الخير من ولا تتبعوا زلت لأنه ليس معصوما وعندما يأتي لسن اللسن من هو اللسن هو الذي يستطيع أن يتحدث وإذا ما استمع إليه المتحدث يراه متحدثا لكنه في الحقيقة لا يتحدث بشيء صحيح هذا هو اللسن وهذا ينطبق على شيخ محمد كنعان مئة بالمئة سأثبت ذلك لكم أنتم ترونه يتحدث حتى في برامج التلفزيون يخرج على قناة كربلاء يجيب على الأسئلة أنا ما تابعت كل إجاباته لكنني وأنا أتقلب وأقلب القنوات في بعض الأحيان أرى شيخ محمد كنعان على قناة كربلاء فأستمع إلى بعض أجوبته كل الأجوبة التي استمعت إليها ما هي بصحيحة يخوط بصف الاستكان مثل شعب عراقي أو عبارة تضرب مضرب الأمثال أي خوط بصف الاستكان الاستكان هو قدح الشاي وعادة يوضع السكر فيه فحينما نريد أن نجعل الشاي حلوا لا بد أن نحرك السكر في داخله بالملعقة الخائب ماذا يفعل يحرك الملعقة بجنب القدح فلا السكر ذاب ولا الشاي صار حلوا ويبقى صاحبنا يحرك بالملعقة خارج الاستكان خارج القدح بالتعبير الشعب العراقي يخوط بصف الاستكان وشبيه من يثريد بصف الماعون لا يجعل ثريده في الإناء لا يجعل ثريده في نفس الإناء وإنما يجعل ثريده على الأرض بجانب الوعاء بجانب الإناء يثريد بصف الماعون أجوبته على قناة كربلاء وبإمكاني أن أستقصيها وأن أعرضها هنا وأن أكشف عن جهله وعن عدم معرفته لكنني سأكتفي بهذا الحديث سأكشف لكم جهله المطباق والمطبق وأما العالم فانتظروا فيئه مثل ما هو قال خيره ولا تتبعوا زلة لأنه ليس معصوما وعندما يأتي لسن أشوه أخرق يستجمع الشاذ النادر من تأريخ علمائنا يصبح هو مدرسة في الشذور أنا أسأل الشيخ محمد كنعان أين وجدت معنى كلمة في خير في أي مكان في أي مكان في أي كتاب في أي مصدر وأما العالم فانتظروا فيئه قال خيره انتظروا خيره في أي مكان وجدت أن كلمة في بمعنى خير شيخ محمد راجع راجع معاجم اللغة راجع كتب التفسير أنا سأضع بين أيديكم هذا القرآن سورة البقرة آية 226 للذين يؤلون من نسائهم هذا موضوع فقهي للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن رجعوا فإن فاءوا فإن رجعوا فإن الله غفور رحيم هناك باب فقهي من أبواب الطلاق والفراق باب الإله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن رجعوا في سورة النحل آية 54 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل إلى آخر الآية التفيأ إشارة إلى الفيء الذي هو الظل هناك الشمس وهناك الفيء الفيء هو الظل في سورة في سورة الأحزاب الآية الخمسون يَا أَيُّهَا أَيُّهَا النَّبِيُّهُنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّا تِيهَ It! التي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّا أَزْوَاجَكَ ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الفيء وهو الغنيمة مما أفاء الله عليك مما رد عليك من الغنيمة نفس المعنى رد أو رجع و أنا أقول اذهبوا إلى كتب اللغة و اذهبوا إلى كتب التفسير عند السنة و الشيعة في معاني هذه الكلمات في سورة الحجرات الآية التاسعة و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله حتى ترجع إلى أمر الله حتى تعود فإن فاءت يعني فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل إلى آخر الآية في سورة الحشر و في الآية السادسة و السابعة و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب و ما أفاء الله على رسوله من الفي الغنيمة ما رد الله عليك من الغنيمة فسرها البعض أعطاك من العطاء في الآية السابعة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ما رد عليك من الغنيمة أو ما أعطاك من الغنيمة و في الروايات نفس المعاني و في اللغة نفس المعاني الفي الظل و الفي الرجوع و الفي الغنيمة هذه معاني الفي في الكتاب الكريم و في حديث النبي و العطرة و في معاجم اللغة من أين جئت بهذا المعنى نقل كلام رسول الله بمعنى محرف هذا كذب على رسول الله إذا كنت في نهار شهر رمضان لقد أفطرت بالكذب على رسول الله لأن المجلس في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لقد كذبت على رسول الله فما معنى الفي هنا هو الخير أبدا قد تقولون ما معنى أنا سأبين لكم معنى ولكنني أنا أريد أن أتحدث مع هذا الجاهل وفقا لكلامه الذي ذكره و أما العالم فانتظروا فيئه قال خيره و لا تتبعوا زلة ثم ماذا قال لأنه ليس معصوما مراد رسول الله هو هذا حين قال انتظروا فيئة و لا تتبعوا زلة مراده يبرر للعالم لأنه ليس معصوما وهذا مراد رسول الله لأن مرادك هو هذا تريد أن تبرر زلة العالم أخطاء المراجع هذا هو الذي تريد أن تقوله للناس رجاء أعيد بث الفيديو و أتمنى على المشاهدين أن يدققوا في كلامه و أن يتذكروا ما قلته و عندي كلام طويل إلى الآن ما أتممت كلامي رجاء للسانك أيها المتتبع لزلات علمائنا اقرأ رسول الله إنما أتخوف على أمة من بعدي ثلاث خصال أن يتأول القرآن على غير تأويله هذا اللي قلنا فاتع أحسابه يريد أن يفسر القرآن برأيه يعني أنت مستغني ما حاجتك إلى أسباب النزول و إلى رسول الله و إلى 12 إمام فاتع أحسابه أو يتبع زلة العالم أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا و يبطروا وسأنبئكم المخرج نعم يا رسول الله نبئنا المخرج وسأنبئكم المخرج من ذلك أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه أؤمن بمتشابه حتى أعثر على باب من رحمة الله اسمه حديث المعصوم بفكر لي مغاليق التشابه بعد وأما العالم فانتظروا فيئة خيروا ولا تتبعوا زلته لأنه منه معصوم وعندما يأتي لسن أشوه أخرق يستجمع الشاذ النادر من تاريخ علمائنا يصبح هو مدرسة في الشذوذ وإلا من منا معصوم في كل ما نتحدث به إذا تتبع متتبع يجد ثغرات وثغرات في النحو وفي الصرف وفي الفكرة طب هذا رأيي أبذل وسعي لأنهيها 45 دقيق وما توفيق إلا بالله هذا المعنى كيف يستقيم وأما العالم فانتظروا فيئة خيره ولا تتبعوا زلته إذا كان هو على حال من الزلل فكيف ننتظر خيره لابد أن نميز بين خيره وزلله وإلا كيف هو فسر الفيء بالخير هو الفيء ما معنى الخير هنا ولكن بحسب هرائه وجهله أنا أقول له وأما العالم فانتظروا فيئة ولا تتبعوا زلته كيف أستطيع أن أتصور هذا المعنى أنني أنتظر خير العالم ولا أتبع زلته يعني هو الآن في حال من الزلل فأنا لا أتابع زلته وإنما أنتظر خيره يعني هو ما في خير لكن ربما يأتي منه خير لكن هو في حال زلل فهموني هذه كيف تفهموا أنتم هذا الكلام كيف تفهموا وأما العالم فانتظروا فيئة قال خيره ولا تتبعوا زلته يعني العالم الآن هو في حال زلل هو في خطأ وليس في حال خير فأنتم لا تتبعوا زلته لا تتحدثوا عنها لأنه جاء بها في سياق المتتبع وإن كان رسول الله لا يقصد هذا أنكم لا تعملوا بها وانتظروا خيره يعني هذا العالم طايا حظا ما في خير لكن ربما يأتي منه خير فنحن ننتظر خيره وفي نفس الوقت ما نتبع زلته كيف نميز بين خيره وزلته حتى ننتظر خيره وحتى لا نتبع زلته كيف يكون ذلك لا بد من عالم مثلي يتتبع زلات المراجع ويكشف خيانتهم لإمام زماننا ويبين هذا لشيعة وإلا كيف سنعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله هذا بحسب تفسيره هو هو كتب الحديث في ورقة وضابط شغل الأخ وصاعد عن منبار ويقرأ أو يشرح أوصاير علام حبي وأما العالم فانتظروا فيئة إش جابك إحنا جابك جابك وأما العالم فانتظروا فيئة خيره ولا تتبعوا زلته أنا أريد من أحد أن يصور ليه هذه الصورة عالم طايع حظة مرجع صقاط آية الله العظمى وطايع صبغة بعيد عن آل محمد ما الروايات تحدثنا عن إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع الشيعة أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه واحد من هذا النوع زلاته واضحة ليس مكشوفا للناس بحسب شيخ محمد كنعان على الشيعة أن تنتظر خيره متى يصدر منه الخير ننتظر فيئة خيره أنا أقول لك يا شيخ محمد هذا الحديث ما هو هكذا لا أدري أنت لا تعرف أن تقرأ الحديث من مصدره وأن تنقله بشكل صحيح لا أنت نقلت الحديث بشكل صحيح ولا أنت تحفظه بشكل صحيح وقد كتبته في ورقة وشرحته بشكل خاطئ وكلمة في لا معنى لها أبدا هنا في هذا الحديث على الأقل بمعنى الخير أنا سأقرأ عليك الحديث من مصدره مصدر هذا الحديث كتاب الخصال للشيخ الصدق أنتم بشي جيبكم يمي في باب اختصاصي أنتم يا أصحاب العمائم لا تعرفون شيئا من حديث آل محمد تحدثوا في الفكر الناصبي تحدثوا في أي شيء حديث آل محمد ليس شغلكم هذا هذا كتاب الخصال للشيخ الصدوق طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في باب الثلاثة تحت عنوان التخوف على الأمة من ثلاث خصال رقم الحديث مئتين و ستعاش هذا الحديث ليس مرويا عن آل محمد هذا أولا هذا الحديث ليس مرويا عن آل محمد صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين و ليس من طرقنا الشيعية رواه الشيخ الصدوق عن طرق المخالفين نقبل المضمون نقبل الحديث بالمجمل نقبل المضمون نقبل الحديث لا أريد أن أناقش هذه القضية ولكن هذا الحديث للعلم فهو لم يرد عن آل محمد ولا من أسانيدنا الشيعية جاء من أسانيد المخالفين و رواه الشيخ الصدوق في كتاب الخصال عن محمد بن كعب قال قال رسول الله إنما أتخوف على أمتي من بعد ثلاث خصال أن يتأول القرآن على غير تأويله أو يتبع زلة العالم يتبع زلة العالم أن يعمل على أساسها هو جاء بالحديث في باب التتبع لزلات العلماء أو يتبع زلة العالم أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا و يبطروا وسأنبئكم المخرج من ذلك أما القرآن فاعملوا بمحكمه و آمنوا بمتشابهه وأما العالم فانتظروا فيئته ولا تتبعوا زلته هذا هو النص و أما العالم فانتظروا فيئته يعني رجوعه إلى الحق فيئة العالم فيئة الرجل ما مرت علينا الآيات مرت علينا الآيات مثلما جاء في سورة الحجرات في سورة الحجرات في الآية التاسعة وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ حتى تفيئة فيئة حتى ترجع حتى تفيئة إلى أين حتى تفيئة إلى أمر الله حتى ترجع إلى أمر الله فإن فائت فأصلحوا بينهما فإن فائت يعني فإن رجعت فإن فائت فيئة إلى أمر الله و أما العالم فانتظروا فيئته و لا تتبعوا زلته و السجع واضح أيضا و أما العالم فانتظروا فيئته يعني رجوعه إلى الحق هذا المعنى يمكن أن نتصوره فنقول العالم ليس معصوما يخطئ و يصيب فإذا كان الآن في حال زلل نحن نتركه و لكن علينا أن نبين للناس زلله و خطأه حتى تلتزم الأمة بأمر رسول الله ألا تعمل بزلة العالم نحن محتاجين لهذا العالم رجع إلى الحق فاء إلى الحق حينئذ ننتظر فيئته هذا صاحب خبرة صاحب معرفة غرر به الشيطان فأضله غرر به السلطان فأخذه باتجاهه لكنه إذا فاء إلى الحق فإننا نأخذ الحكمة حتى من فم الكافر من فم المجنون هذا هو منطق محمد و آل محمد و أما العالم فانتظروا فيئته و لا تتبعوا زلته أدري يا شيخ محمد الحديث ناقل غلط تنقل الحديث بشكل خاطئ ثم تعطي معاني لغوية خاطئة فالفيئ ما هو الخير حتى إذا أردنا أن نقرأ الحديث و أما العالم فانتظروا فيئة فانتظروا رجوعة الفيئ معناه الرجوع و لكنني قرأت الحديث من مصدره و أما العالم فانتظروا فيئته انتظروا رجوعة و لا تتبعوا زلته و أما على قولك و أما العالم فانتظروا فيئة خيره كيف ننتظر خيره و هو في حال زلل و لا تتبعوا زلته من أين يأتينا هذا الخير و هو في حال زلل الحديث تنقله بشكل خاطئ تفسره بشكل خاطئ تطبقه علي بشكل خاطئ لأنك وصفتني بالمتتبع و الحديث يتحدث عن الاتباع لأنك بدأت بحديثك تخاطبني أيها المتتبع لزلات علمائنا اقرأ رسول الله أو يتبع زلة العالم فما علاقة المتتبع بالاتباع لا أنت نقلت الحديث من مصدره بشكل صحيح هذا واحد اثنين لا أنت بينت المعاني اللغوية بشكل صحيح اثلاث لا أنت شرحت الحديث بشكل منطقي و واضح اربع لا أنت طبقت الحديث على من تريد أن تطبقه عليه بشكل صحيح و أنت تتحدث و كأنك الديك الرومي بالعراقي نقول كأنك الديك الرومي بحركاتك كأنك فتحت الفتوح يا أيها الجاه يا أيها الأخرق من هو الأخرق أنا أم أنت الأخرق وأنت يا شيخ محمد هؤلاء ضحكوا عليك و أنا أقول للشيعة هذا الرجل في برامجه حديثه دائما أنا لا أدعي من أنني سمعت كل أحاديثه و لكن مرات كثيرة و أنا أقلب القنوات أرى أن الشيخ محمد كنعان يجيب على الأسئلة في قناة كربلاء فإنني فإنني أسمع منه شرح الأحاديث بهذه الطريقة هؤلاء هؤلاء أمناء على العلم أمناء على الدين لا أدري لماذا مرجعية السيد السستاني يوميا طلعت إنا واحد صغط و ذابت علينا ليش ما أدري من سوء توفيقها من سوء توفيقنا من سوء توفيق الشيعة لا أدري يوميا جابت إننا واحد صغط و ذابت علينا عندنا مثل في الثقافة الشعبية في الجنوب يقولون صقر آلم فيلح هؤلاء قبائل البدو الأسر البدوية كل أسرة كل قبيلة عندهم صقور فيطلقون صقورهم للصيد و آلم فيلح أيضا هم في جملة هذه القبائل والأسر البدوية عندهم صقر هذه صقور الوادم تروح الصيد حمام تصيد طيور و صقر المفلح يروح يدور لهم الحية الشبيرة يلقطها لقط يجيبها و يتوح و يسقطها على هلة و الظل هاي النسوان الفروق الفروق يعني الأطفال الفاريخ تظل تتباغك تتباغك يعني ترتفع أصواتها بالصراخ تتباغك يعني ترتفع أصواتها بالصراخ و يضيع جمال الحكاية إذا ما أردت أن أصوغها باللسان العربي الفصيح فصقر المفلح يروح يلقط الحية لقط و يجيبها يزقطها على أهله صقور الباقين تأتي بالحمام و يسائر أنواع الطيور و سقر المفلح وين ما كو حية وين ما كو عربيد يجيب يذبع على أهله أنا ما أدري مراجع الشيعة و مرجعية السيد السستان وين ما كو سقاط يجيب و يذبع لي أنا لا أبالب شيخ محمد كنعان أنا أتحدث عنكم أنتم أنتم الذين تجلسون تحت منبره تتابعون برامجه ما هو يتحدث معكم بهذه الطريقة أنتم لا تميزون تحتاجون إلى لس أشوه أخرق مثلي حتى يبين لكم زلاتهم أنتم بحاجة إلى أشوه و أخرق مثلي يبين لكم الزلات هذا أيضا استجماع للشواذ يا شيخ محمد يا أيها القاضي يا أيها البطل رجعا أعيد بث الفيديو علماء نعم يحفظون نحن أيتام آل محمد يأتي من يشكك فيهم تعسا لشدقيك وقطعا للسانك أيها المتتبع لزلات علمائنا اقرأ رسول الله إنما أتخوف على أمة من بعدي ثلاث خصال أن يتأول القرآن على غير تأويله هذا هذا قلنا فاتع حساب يريد أن يفسر القرآن برأيه يعني أنت مستغني ما حاجتك إلى أسباب النزول وإلى رسول الله وإلى اطنعشر إمام فاتع حساب أو يتبع زلة العالم أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا وسأنبئكم المخرج نعم يا رسول الله نبئنا المخرج وسأنبئكم المخرج من ذلك أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه أؤمن بمتشابهه حتى أعثر على باب من رحمة الله اسمه حديث المعصوم بفكر لي مغاليق التشابه بعد وأما العالم فانتظروا فيئة خيروا ولا تتبعوا زلته لأنه منه معصوم وعندما يأتي لسن أشوه أخرق يستجمع الشاذ النادر من تاريخ علمائنا يصبح هو مدرسة في الشذوذ وإلا من منا معصوم في كل ما نتحدث به إذا تتبع متتبع يجد ثغرات وثغرات في النحو وفي الصرف وفي الفكرة طيب هذا رأيي أبذل وسعي لأنهيها 45 دقيق وما توفيقي إلا بالله ما هي 45 دقيقة كلها غلط من أولها إلى آخرها يا شيخ محمد أفتريدنا أن نسكت وأن تتقذف بهذا الهراء وبهذا القي وبهذا الافتراع على رسول الله في مسجد اسمه آل ياسين تسمية باسم عائلة ولكن آل ياسين هم آل محمد في مسجد عنوانه عنوان آل محمد وفي شهر رمضان أنت تفتري على رسول الله صلى الله عليه وآله وتحرف كلاما وعلى منبر رسول الله وأنت تتكلم بطريقة وكأنك جبت السبع من ذيل هراء في هراء في هراء وجهل في جهل في جهل هذه الحقيقة بين أيديكم وسيد عقيل الياسر من ألمانيا يبحث عن أمل شيخ محمد كنعان من أفضل وجوه مرجعية السيد السيستاني التي تعرض على الناس ولذلك جاءوا به إلى بغداد إلى ممثلية المرجعية في شهر رمضان حتى يرد على الأباطيل جابه ما هو هذا أمامكم هذه الحقيقة أمامكم وأنا بيّنت التفاصيل ووضعتها بين أيديكم فهل أمامكم بعد ذلك حين أقول إنه ما من أمل مفروض الذين هم في بغداد طبقة متحضرة وعندها شيء من الثقافة بالقياس إلى أهل القرى أو المناطق النائية في الجنوب مثلا أو في الأهوار ولكنهم أيضا هم لا فهم ولا علم هذا يكذب عليهم ويسطر هو لا يدري والمرجعية لا تدري وممثل المرجع قطعا موجود لا يدري والجالس لا يدري والعقل الشيعي في استقاله فحتى لو ملكنا خطابا حقيقيا كالخطاب الذي أطرحه الذي يستند إلى قواعد الكتاب والعترة لا أثر له أجهزة الاستلام عند الشيعة معطلة بالضبط مثل الراديو أيام الاتحاد السوفيتي الراديو أيام الاتحاد السوفيتي لا يلتقط في الاتحاد السوفيتي إلا إذاعة موسكو أقول الشيعة لا تلتقط إلا ما جاء من الجهة التي يصنمونها ولا يميزون بين الصواب والخطأ هذا هو الذي يجري على أرض الواقع فإن واقعا كهذا لا أمل فيه قد تقول الاتحاد السوفيتي تغير نعم تلك قضية أخرى تلك قضية سياسية القضية السياسية تتغير أما القضية الدينية لا تتغير القضية الدينية إما أن يكفر المتدين بها بحسب الظروف الموجودة الآن في الواقع الشيعي وإما أن يبقى ديخيا هيئوا لنا الوثيقة الديخية لأن الوثيقة الديخية رائعة سيد كمال حيدري هي من أفضل ما يمكن أن أبثها الآن بين أيديكم أعرضوا لنا الوثيقة الديخية وطبقوا بين مضمون الوثيقة الديخية وبينما تقوم به المرجعية العليا من خلال متحدثيها الأجلاء من فضلاء العلماء الكبار حيث يفترون على الشيعة وعلى رسول الله ويقدمون هذه الأكاذيب جهل في جهل في جهل أنا أقول لك يا شخ محمد أنت هكذا قلت تعسن لشتقيك وقطعا للسانك أيها المتتبع لزلات علمائنا أنا لا أبالي بهذا الكلام ولكنني أقول لك إن شتقي أزينهما دائما بحديث آل محمد وبفهم صحيح أما أنت بأي شيء زينت شتقيك يا أيها الجاهل الأشوه الأخرق وأنت تتحدث على منبر رسول الله بهذه الترهات والتفاهات بماذا زينت شتقيك أنا أزين شتقي دائما بحديث محمد وآل محمد أفتقول تُعسن لشتقيني ليس لأنهما لي ما قيمتي أنا شتقايا أزينهما دائما بحديث محمد وآل محمد وأما شتقاك فأنت تزينهما بالجهل والجهل وتفاهة والخرق والحماقة ودليل هذا الذي أنت فيه حينما وقف المؤمون وخطب خطبة تقعر في الحديث فيها وتصور أنه كان أبلغ الناس فلما نزل فسأل إعرابيا قال ما العي عندكم باعتبار أنه كان بليغا ما العي عندكم العي عدم القدرة على الحديث فماذا قال له الأعرابي قال هذا الذي كنت فيه الذي أنت كنت فيه هو هذا العي لأنك ما كنت لا بليغا ولا فصيحا فأنا أقول لك يا شيخ محمد كانعان هذا هو الخرق الذي أنت فيه أنت هكذا قلت لي تأسن لشتقيك وقطعا للسانك أيها المتتبع لزلات علمائنا أثبتها أثبت الزلات وهذا حسن لا أبالي بالشتائم والسباب أنت أثبت ما أريد أنا أن أثبته أثبت الزلات له هذا المنطق العالم ليس معصوما من منا معصوم هذا المنطق لم يكن موجودا الشيعة تتعامل مع مراجعها كما مع الآلهة هكذا يتعاملون الآن الأمور تبدلت الأيام تبدلت وزمان تبدل لكن هذا الذي أنتم شاهدتموا ورأيتموا رجعنا ارضوا لنا حديث محمد كنعان مرة أخرى علماءنا عم يحفظونا نحن أيتام آل محمد يأتي من يشكك فيهم تعسا لشدقيك وقطعا للسانك أيها المتتبع لزلات علمائنا اقرأ رسول الله إنما أتخوف على أمة من بعدي ثلاث خصال أن يتأول القرآن على غير تأويله هذا اللي قلنا فاتع حسابه يريد أن يفسر القرآن برأيه يعني أنت مستغني ما حاجتك إلى أسباب النزول وإلى رسول الله وإلى اطنعشر إمام فاتع حسابه أو يتبع زلة العالم أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا وسأنبئكم المخرج نعم يا رسول الله نبئنا المخرج وسأنبئكم المخرج من ذلك أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه أؤمن بمتشابه حتى أعثر على باب من رحمة الله اسمه حديث المعصوم بفكر لي مغاليق التشابه بعد وأما العالم فانتظروا فانتظروا فيئة خير ولا تتبعوا زلته لأنه من معصوم وعندما يأتي لسن أشوه أخرق يستجمع الشاذ النادر من تاريخ علمائنا يصبح هو مدرسة في الشذوذ وقال لمن من معصوم في كل ما نتحدث به إذا تتبع متتبع يجد ثغرات وثغرات في النحو وفي الصرف وفي الفكرة طيب هذا رأيي أبذل وسعي لأنهيها الخمسة واربعين دقيق وما توفيقي إلا بالله حين وقف على هذه الكلمة أن يتأول القرآن على غير تأويله جاء بمثال أنه الشخص الذي فاتح أحسابه ما هو فاتح أحسابه أيضا ما هو جاء بحديث رسول الله وأوله على غير تأويله ما هو تأول حديث رسول الله على غير تأويله هو أيضا فاتح أحسابه كما يقول حينما قال يأتي لسن أشوه أخرق يستجمع الشاذ ذا نادر من تأريخ علمائنا هو أيضا يثبت الحقائق التي أنا أثبتها ما هي بشاذة ونادرة إنك تكذب على الشيعة إنك تكذب على الشيعة وأنا أقول للشيعة الذين يتابعون قناة السيد السستاني الفضائية قناة كربلاء برامج هذا الرجل أجوبتها من هذا القبيل ثقوا لو أنني أريد أن أتناول إجاباته سأمزقها تمزيقا إجابات خاطئة يخوط بصف الاستكان لا تعتمد على إجاباته قطعا أنا لا أدعي أنني قد استمعت إلى كل إجاباته ولكن هو هذا يكفي الآن وما استمعت إليه سابقا من أحاديث كثيرة هي أسوأ من هذا أسوأ من هذا بكثير لكنني جئت بهذا الكلام لا لأنه ينتقدني الإنترنت مشحون بالأكاذيب الآن إذا دخلتم إلى الإنترنت كل الكتابات الموجودة والله كاذبة في تواريخها وأسمائها كل شيء كتب عني ليس صحيحا لا أبالي ولا أرد ولكنني جئت بهذا المقطع مثالا كيف أن الشيعة وهم في مركز ممثلية مرجعية السيد السيستان في بغداد العاصمة في الكاظمية هذه الطبقة تكون مثقفة بالقياس إلى القرى والمدن النائية هذا هو حال مضحكة ولذلك أنا سأهدي للجالسين في مجلس العلامة الكبير القاضي الفاضل العالم بحديث رسول الله المطلع على أسرار اللغة العربية الذي أتحثنا بحقائق المعاني وأسرار التأويل لعلامة الشيخ محمد كنعان دام ظله الشريف الذي يمثل وجها مشرقا من وجوه مرجعية السيد السستاني بهذه المناسبة أهدي لهم هذه الهدية رائعة السيد كمال الحيدري الوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابل ما توصل للنوبيرية قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعلم تركبهم وتقول لهم بيخ والله نف عبارة واحد من الأعلام قبل خمسة قلت للمستعجب موش دارها قلنا تركب يعني خلاقه أبا ميشيني قلت للمستعجب خلاقه أبا ميشيني تبقى لأ فكار حالة تبقش ديخ تعرف ديخ ونص عبارة كنا على ثقه وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسمو على ثقه قال تركب مثل ما ركب نعم وغاية ديخ لا لا معلم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة صدقت يا سيد كمال حيدل والله هذا هو واقع الشيعة هو هذا واقع الشيعة وهذه الحقائق والوثائق أمامكم نلتقي غدا يكاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين يكاشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين سألكم دعا جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر